أكدت جريدة The Japan Times أن مسحاً جديد أظهر أن أكثر من 40% من الشركات اليابانية سترفع الأسعار في غضون عام وسط ارتفاع تكاليف المواد الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية معضح أنه ضمن 1855 شركة في اليابان شملها الاستطلاع قال 43.2% منها إنهم رفعوا الأسعار هذا الشهر بينما يخطط بقيتهم للقيام بذلك بحلول نهاية مارس من العام المقبل وعلقت اليريدة أن عدداً متزايداً من الشركات اليابانية يقومون ببيع منتجاتهم بسعر أعلى في بلد شهد سنوات من الانكماش حيث تسبب الوباء والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في ارتفاع تكلفة كل شيء من القمح إلى النفط الخام